قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن أقلية روهينغا ما زالت تفر من ولاية رخين الشمالية في ميانمار وإنه لا يستبعد ارتكاب قوة الأمن لجريمة إبادية جماعية ضد الأقلية المسلمة هذا وأضف المفوض أنه لا يتعين إعادة 626 ألفا من روهينغا إلى ميانمار ما لم توضع نظوم مراقبة على الأرض